أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن القرآن كلام الله وعليكم يا شيخ عليكم السلام سني أم شيعي شيعي يا شيخ شيعي أهلا وسهلا بك تفضل شيخ أنا عدي كم سؤال بس كل روايات أكو روايات قرأتهم عن ابن قتيبة عدي نوري في الإمام والسياسة هذا الكتاب مكذوب أول حاجة الإمام والسياسة لابن قتيبة شوف بيطبع فين يا حبيب خلينا رد على أسئلتك الأول اللي انت هتجيب اللي انت هتأتي بها ولكن نتفق اتفاق أخذ منك سلاس أسئلة وإن أجبتك عليها واقتنعت تعلن هدايتك معنا متفقين تصل على هذا الشيء متفقين يا شيخ اتفضل يا حبيب شيخ السؤال الأول شيخ تمام السؤال الأول حاول حادثة كسر الضلع هل هي أكذوبة احنا صارنا الشيعة نسمع بيها سنوات فأنا ما دعلك دليل بالكتب السؤال الثاني يا شيخ خلينا نمسك واحدة وحدة أجيبك على سؤالك الأول ثم الثالث أولا عقيدة كسر الضلع عقيدة نجوسية وضعها بعض الزنادقة ليجغلوكم وليجعلوا كلوبكم تطعنوا في عمر وقبل عمر علي رضي الله عنهما إذ أنهم يقولون لك عمر دخل على فاطمة فضربها وقصر ضلعها وأسقط جنينها علشان قلبك يتملأ حقد على عمر بس قبلها لماذا علي لم يدفع عنها كان يستطيع لكن النبي أمر بالسكوت صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأمر بالفحشاء والنبي بيتحدث بوحي من الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالفحشاء فكيف النبي يأمر علي أن يسكت على ضرب فاطمة عياذا بالله وكيف عمر يضرب فاطمة ويقتل فاطمة وعندنا وعندكم شبه إجماع على أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي فعلي يكافأ عمر ويزوجه ابنته لأنه قتل فاطمة قصة لا تقبل خالص هم يحاولون تشويه سورة الصحابة إنه كان مجتمع دموي قائم على قتل آل البيت وبغد آل البيت وحينما ننظر في القرآن نجد أكثر من مئة آية تثني على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وأول من ذكر هذه القصة هو صاحب هذا الكتاب الذي في يدي كتاب سلم بن قيس وكتاب سلم بن قيس كما تعلم أنه كتاب مكذوب وصل عن أباني بن أبي عاشو مليء بالأكاذيب هات سؤالك الثاني حبيب الشيخ حول يزيد ومعاوية شونه رأي السنة بالموضوع هذا أولا يزيد ليس من صحابة رسولي ليس لله عليه وآله وسلم يزيد لم يأخذ أهل السنة والجماعة دينهم أهل السنة لم يقولون قال يزيد قال رسوله ليس لله عليه وسلم يزيد حاكم من الحكام زي ما أنت تسألنا عن حاكم مات من الحكام مثلا من حكام المسلمين وتقول لي إيش رأيك في هذا الحاكم أنا مالي أنا خلين أنا وإنت نتفق اتفاق هل أنا وأنت سنسأل في قبورنا عن يزيد بس خلاص أين يزيد الآن مات والحسين رضي الله عنه الشهيد السعيد أين الحسين الآن مات الاثنين عند من يزيد والحسين عند من عند الله أليس كذلك فمن الذي يحكم بينهم أنا وأنت أمن له الله بالبحانه وتعالى بس خلاص يبقى كده انتهى موضوع يزيد ومعاوية رضي الله عنه والصحابة أجمعين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت تفضل يا شيخ أنا حاب أسأل عن روايات سيد عائشة بس أنه خايف تفهمني بشكل غطأ يعني نزل ضيفي بعائشة؟ لا لا يا شيخ هذه الرواية أنا فهمتها من عندك أنا صار شهر متابعا وكلامك كلها مقنع إن شاء الله بس ما هي الرواية؟ سمعتنا أصدقاء الشيعة يتكلمون بيهم يعني أنا آسفة على كلامي هذا بس حالة رضاعة الكبيرة توقفها هيش يسمعها؟ نعم نعم ممكن أنا بسألك وبسأل كل الشيعة الذين يسمعونني الآن هل يستطيع أن يذكر لي رجل باسمه أرضعته أم المؤمنين عائشة عياذا بالله؟ يعجزون يعجزون لا يوجد رجل حتى فتح المنعم في شرح صحيح مسلم مقال أرضعت غلام أي أمرت بإرضاعه قال رجل الغمدية النبي قال من يرضعه؟ قال أنا أرضعه أي أنا أمر بإرضاعه وده رجل أتى بعد موت أم المؤمنين اللي قال ذلك بمئات السنين يعني ما شافش أم المؤمنين أصلا فأنا أسألك لا يستطيع عالم من علماء الشيعة أن يثبت أن في رجل معين يقول أنا رجل ودخلت رضعت عياذا بالله عياذا بالله أم المؤمن عائشة أم المؤمن عائشة لا ترى بأن المرأة ترضع رجلا كبيرا لا ترى أم المؤمنين ذلك ولم تفعل أم المؤمنين ذلك ولم تأمر أم المؤمنين بذلك شيخ تعقيبا على كلامك أنا دائما أسمع كلامك حول الآيات والقرآن فقرأت سورة النور كاملة يعني أن رب العالمين مبرأها من السموات والأرض نعم حتى الآي رقم ثلاثة الله قال الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك صح؟ تعني في عائشة رضي الله عنه وتعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يا حبيبي الله سبحانه وتعالى ولا أن تبدل بهن من أزواجنا ولا أعجبك حسنهن فالله أمر أن لا يطلق عائشة الله سمها أم المؤمنين وأزواج أمهاتهم الله أمر بتبليغ الكرآن والسنة كان النبي يبتغي مرضات عائشة يا نبي المتحرم أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أتحدى علماء الشيعة قطبة أن يأتوني بخمس فضائل لأي إمام من الآئمة كهذه الفضائل التي لزوجة النبي محمد ولأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم فضل يا حبيبي الشيخ بالنسبة للصالفة أنه الشيعة سمعت بينهاتهم يقولون أنه عائشة طليقة الرسول يقولون أن علي طلقها أنت تقبل ذلك؟ شيخي العزيز أنا بس أردخدمك بسالفة أنا من خلال محاضراتك والبثوث اللي تبتحها دائما أتابعك وأشوف الآيات القرآنية اللي تتلوها فدائما أرجع أتدبر القرآن فمن خلال كلامك أنا وعيت على هواية أمور يعني أنا شنت أزوط طبعا وشنت أروح مراقب دائما بس شوية من بعد كلامك يعني بديت أبتعد عن هاي الأمور فلهذا أنا حاولت أتصل عليك البارحة هواية وحاولت أراسلك هواية بس ما قدرت أوستك من كثرة الاتصالات شيخي إن شاء الله أنا أردع من هدايتي من خلالك طيب يا حبيب قل معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن القرآن كلام الله وأشهد أن القرآن كلام الله غير محرف ولا مبدل غير محرف ولا مبدل وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَلِ الْبَيْتِ وَالصَّحَابَةِ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ الله أكبر مبارك عليك يا حبيب الحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور كبروا يا أهل التوحيد وباركوا لأخيكم الله يخليك يا شيخ رحم الله ورديك الله الله أكبر الله يدى خير يا شيخ شيخي بس عندي سؤال بسيط اتفضل يا حبيب أحتاج منك الصلاة والوضوء إن شاء الله يا حبيبي أنت تبدأ معنا بإذن الله تبارك وتعالى بالدخول لدورة في القرآن الكريم بسيطة بقصر السور هتتعلم معنا القرآن والوضوء والصلاة وإن شاء الله تكون داعية في مكانك بإذن الله تبارك وتعالى هنيئا لك الهداية والحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور المهتدي رقم 6 معنا يا شيخ أنا أشكرك جزيلا على تعبك ويانا الله يجزاك خير يا حبيبي ويبارك فك ويانا شوفت المدسات المستمر وإياك يا حبيبي جزاك الله خير وأحسن الله إليك ارسل لرسالة الآن يا حبيبي وأسأل الله أن يثبتنا وإياك وهنيئا لك الهداية اللهم اهد الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة